كانت رول كان واضح زي ما انت قولت انه مش مركز خلينا اقول مش مركز احسن مش مركز مع الفريق فيه ناس تقول لك طيب واللعيبة كانت فين معلش يمكن انا هقول لك على حاجة طيب هو اه مش مركز اللعيبة عليها دور لكن هو الفترة اللي فاتت كان واضح جدا انه الدور الكبير عليه طب يعني ايه علاقت مثلا ان انا اجي في يوم وليلة لعب عبدالله جمعة بقرأت طب هل انت هتلوم اللعب فبتلعبه في مركز زي ده ولعب بيلعب برجله الشمال لما جبت يوسف امامة في مبارات سموحة ولعبته من بلاي ميكر او صنع لعاب او لعب رقم عشرة بيكمل جواة 18 ويجيب اهداف وتلعبه ديفندر او لعب رقم 8 مطلوب منه انه هو يقطع ويستحوز ويبدأ هجمة ايه علاقة دي بالراجل اما اجي في يوم وليلة هو كمان تصريحاته اللي صرحها بعد مبارات بيتلو اتلتكو لما طلع قال ان اللعيبة الدولية مجهدة اضطرته ان هو يثبت للناس ان كلامه صح فرح جاي مغير التشكيل كله في مبارات سموحة عشان لو كان لعب بنفس المجموعة كان ناس كتير هتقول للرجل ده بيتكلم من يومين ثلاثة بيتكلم على ان اللعيبة مجهدة وبيلعبها فرح جاي عامل الخطأ الاجبر اما تتكلم على لعيبة مجهدة يبقى انت لعيب لعب في كاس افريقيا على اقل لتلتة اربع مبارات متواصلين مفيش حد عملها من النادي الزمالي غير فتوح وقلوا انش على فترات وزيزه كان بين 4 ساعة و 3 ساعة تغييره لابو جبل دي اخطاء كلها متكررة تثبت ان هو النسبة الاجبر ناحيته هو مش ناحية اللعيبة ابو جبل مفيش حالس مرمى بيحصل له عملية ايجهات كامل زي ما حصل في المبارات بترو اتلتكو ورح جاي مطلعهم نسوح والمركز ده كمان بيحتاج استقرار دايما سواء ده او كمان راس حربة دايما المكانين دول انت عايز تجيب جون فلازم المهاجم ياخد المكان ده ويبقى عايز يجيب هداف وده اللي حصل مع محمد شريف محمد شريف بقعده على المكان ده فترة طويلة اوى على فكرة اثرت معاه ابو جبل حالته الفنية والبدنية واستقبال الناس لي سواء جماهيريا او اعلاميا كانت تسمح له انه حتى لو مجهد كل الدكانة يطعب